موسيقى أخنوش أنا كنظر بأنه أنا ماشي أنا الليبرالي وكليبرالي ما كعجم ليش القام والمحاكمات وكذا وكذا أولا خنوش خصوه يكون عنده الشجاع يقدم استقلته بشيح المشكلة الملك الذي يدعي بصداقة وكذا كنت صادق وكذا كان الملك يطفع لي أقل شيء يجب أن نعرق له المسيرة والنجاح وكذا أحسنت بأنه وجودي أمامه وعرقنا دمشي في حالي ونصمه برير لكي نحتاج بالتقار احترام الله وتقدير الله ورغبة منه لكي نجاح الملك أولا تانيا كمسيير في الفلاحة كارتا لأن نصمه كالف مليار كارتا 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 ديال الفلوس اللي من 2007 يومين هذا تصرفت في الفلاحة لإغناء الأغنياء لا تحتاج المساهمات لفلاحة الفقر أو لا ما هو أقل من الفقر أيوة ما أبعد من الفقر الفقر لها تحتاج الناس اللي كي بيعوشروف التجارة الفلاحية التجارة الخارجية مشبورة وما يتحدث في البودور لأنها المضربة للا تتعليف وما تتعليف ليس بكل سبوعة والنين لتعليف في اليوم هذا الحماق يتسمى كل شيء غير أخيراً 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 خد مليار درهم سعدين لوثماني وزعل الملايريات المغرب هو المطاحن قال اليوم ويدا شريت سوزراء في المغرب كل قنطار كان عشرة درهم باش ما تشريوهاش في الخارج وعننا مئة واربعين مليون دي القنطار في هذا العام هذا الحمد لله لأن الصابع مزينة هي مليار واربعمائة مليون دي الدرهم هذا الحماق أشرتين المطاحن أشرتين الفلحة قلوا في كل الفلحة في كل قنطار اللي غا تتباع المطاحن هتك آمل فلحة شدرهم وعنوا يا صاحبين المطاحن مطاحن أغنية لبس عليهم أولا قلوا لودي هادو كلي شنو كنكخص نحن يا في الفلحة نساعدوا الناس عندهم فلحة جبلية الناس اللي عندهم فلحة بعيدة في المناطق المعزولة الناس اللي عندهم ميساحة صغيرة الناس اللي عمروا ما شافوا التركتور في حياتهم أما كنت تتنين واحد السيد اللي عنده دي بلانتاشون في حالي كي قولوا بالفرنسية بشيشر التركتور بشيشر الآلات ديال الحارت والآليات بور ميكانيزة الأغريكولتور واش مويتين تتزيد تصغير اللي ورارا لاباس اللي يرى فرحان بيخير بيخير تك الناس والتدوم الملاير أولوف ديال الملاير خلصنا في الفلحة من اللي كان نشوف المحروقات تقنار الحيزب المغربي الليبرالي دار تقرير وبين بأن المساعدة وصلت إلى 284 مليار درهم واخصموا حسابات للهاتش خصنا عود الحسابات ما كان قولش بأنه تصرقهم أو الدوم كان قولوا بأنه وقع شي خطأ كان سيزيرو الزات في اللي من في الحساب كي قولوا يرددك الفلوس للشعب المغربي فقط وذا فعلا كي حب المغرب كي حب المالك كي حب العائلة المناكية كي حب المستقبل ديال المغرب بغي الاستقرار كخصوية يفسرتي ووضحه ويبينه للطمئن الجميع